اسم التجربة الطيف الضوئي Light Spectrum الهدف من التجربة تحليل الضوء بوساطة مرآة مستوية موضوعة في الماء عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند التعامل مع الحوض الزجاجي والمرآة المستوية أدوات التجربة حوض زجاجي أو بلاستيكي يحتوي على ماء مرآة مستوية مصباح يدوي كهربائي خطوات إجراء التجربة نضع المرآة المستوية في حوض الماء بحيث تصنع زاوية مقدارها 45 ديجريز مع قاعدة الحوض نسقط حزمة رفيعة من ضوء المصباح الكهربائي على الجزء المغمور من المرآة في الماء فنلاحظ ظهور ألوان الطيف النتائج ينكسر الضوء عند سقوطه من سطح الماء على المرآة وتعمل المرآة على انعكاسه باتجاه السطح لينكسر من جديد فيخرج الضوء متحللا إلى ألوان الطيف المدى اشتركوا في القناة محبش شكرا